الجسر ترك تقول بيان من الخارجية التركية حول مواصلة التضامن مع الشعب السوري أكدت وزارة الخارجية التركية أن أنقرة ستواصل جهودها الحثيثة من أجل إيجاد حل دائم للنزاع في سوريا بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوري جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة اليوم الجمعة قالت فيه إن تضمننا مع الشعب السوري سيتواصل وأضافت أن تركيا ستواصل تقديم مساهمة قوية في الجهود الرامية لإيجاد حل للنزاع في سوريا بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوري وأشرت إلى تقديم أنقرة دعم الكامل للمعارضة السورية ولهيئة التفاوض ولفتت أن المسار السياسي لا يشهد تقدما حاليا بسبب ممامطلة النظام وأن هذا ما أشار إليه وزير الخارجية التركي مولود شووش أغلو في تصريحاته أمس الخميس ترجمة نانسي قنقر